خلونا نروح بقى طبعا لمصادرنا وحصرياتنا هنا في رقم 10 تحديدا من داخل نادي الزمالك في مصدر قال لنا ان ما فيش اي كلام تاني ما فيش اي كلام حصل ما بين ادارة النادي نادي الزمالك وما بين كابتن احمد فتوح في الايام الاخيرة حوالين الموضوع المطار في كل مصر حول تجديد عقد احمد فتوح المصدر اكد لنا ان الادارة مستنية من فتوح ان هو ييجي ان هو يقدم اعتذار على ما بدر منه مجلس كمان بيشترط ان فتوح يطلب هو اللي يطلب تجديد عقده كمان ان ما يكونش ليه اي شروط ليه التجديد ويوافق على العرض المطروح من نادي الزمالك طيب خلونا نروح لكأس العالم للاندية او احنا لسه مستمرين في نادي زمالك حتى الان لم يحسم الموقف بتاعه من عودة اللعيبة بتاعته اللي هم معارين سواء في الانتقالة الشتوية مركاته الشتوي او المركاته الصيفية زمالك لو حل ازمة القيد وده مرهون بحل ازمة القيد هياجل عودة اي لعب معار لنهاية الموسم لكن لو الازمة ما تحلتش ممكن يفكر في عودة اي لعب